من ناحية أخرى ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والتي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة وقد استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على أهمية تواجد مسؤول الوزراء المختلفة في الحي الحكومي والعمل بصورة تدريجية من هناك وذلك بهدف الاطمئنان على التشغيل التجريبي للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدى جاهزيتها للانتقال بشكل كامل للعمل من الحي الحكومي وذلك إلى جانب تشغيل مختلف المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي عن الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة كما تم التنويه إلى موقف تنفيذ المنظومات الخاصة داخل المباني الحكومية وما تم تنفيذه من برامج تدريبية للموظفين المنطقين للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنقر